الكتابة في الفيديو مش مجرد بتستخدم عشان تضيف بس كابشن للكلام اللي انت بتقوله وخلاص لها استخدامات تانية كتير زي مثلا انك تلفت انتباه المشاهد على حاجة معينة زي مثلا اعمل لايك على الفيديو ده اعمل اشتراك في القناة الكلام ده كله زي مثلا شخص موجود في فيديو وموجود فوق رأسه مثلا او تحت ده نواة واي حاجة اسم بتاعه ظاهر عشان يعرفك مين الشخص ده تستخدم برضو في السينما ما كنت اعرف تعمل لكات سينمائية ففيديو النهاردة انا هعرفك ازاي تقدر تعمل تكست سينمائية او كتابة سينمائية في الفيديو بتاعتك ازا كان فيديوهاتك بالعرض زي الفيديو انت شايفه دلوقتي ده او فيديوهاتك بالطول فتعال بينا على برنامج وانت شايفه الموارد 13 اعرفك ازاي تقدر تعمل الكلام ده كله اول حدا خلاص نبدأ هو اللي انت هتعمله في العادي في الفيديوهات بتاعت يوتيوب انك تحط لايك واشتراك والدنيا دي تعملها ازاي بكل بساطة عند كلمة هتيجي وهتشوف الحاجات التريندينج اصلا هتلاقي الكلام ده على طول في التريندينج ولكن الافضل لو انت عايز حاجات معينة اكتب هنا اما سوشال ميديا اما لايك وسبسكرايب في السوشال ميديا بيجيب لك الاتنين مع بعض فهو عندك سوشال ميديا يوتيوب انستجرام فيسبوك انا مش عارف ايدي الصراحة تيك توك واتساب الكلام ده كله هتلاقي منهم كزا كزا شكل كزا ستايل تقدر تختار اللي انت عايزه لو عايز يوتيوب بس اكتب يوتيوب عايز فيسبوك بس او انستجرام بس اكتب اسمه بالزبط طب دولت لللايك او للسابسكرايب والكلام ده مش لللايكات عايز تعمل لايك اكتب لايك وهتلاقي منوجود ولكن اللايك اللي انا بحب اكتبه او اللي بحب استخدمه بيبقى في الستيكرز اللي في الستيكرز بيبقى شكله احلى الصراحة بتاع اللايك اهو اهو ده بتاع اللايك وانت اكيد شفت الشكل دوت اللي هو بتاع السابسكرايب ده وده سهل جدا مصلا هتلاقي موجود هنا برضو هو نفس الشكل ان كنت اظهره لك. وبعد لما انت بتجهزه وبتخلصه مسلا وتحطه في المكان اللي انت عايزه من عندي قايمة فيديو هنا بتكبره تصغره تخليه مين شمال زي ما انت عايز اه بتضغط هنا بعد كده تيجي عند كلمة بعد كده وتحفظه وفي كلمة تقدر تكتب بقى الاسم اللي انت عايزه تعمل اوكي فبيقى محفوظ عندك في وفي بالشكل ده. انا حافز هنا الانستجرام وابتع الاشتراك وهنا شوية تجربة تانية. ازاي بقى تعمل الكتابة سينمائية. هتيجي عند قايمة وهتيجي عند خانة سينماتيك. وده حاجة يعني منفصلة خالص زي الكتابات السينمائية اللي انت بتلاقيها في الافلام في المسلسلات في البدايات الكلام ده كله. هتلاقي كل انواع وكل الاشكال اللي انت عايزها لكل حاجة انت بتشوفها في السينما. يعني ده مثلا بتاعة مارفل ايرون مان بقى والدنيا دي. دي على ما اعتقد صراحة انا مش بتاعة مش فاكر اسم البتاع قوي. بس عم اعتقد هي حاجة اللي علاقة برضو بالكوميك بوكس. دوت يعني حاجات اكشن شوية زي ده برضو. اه فانت عندك حاجات كتيرة جدا اختار منها اللي انت عايزه. اه ده بتاعة مارفل برضو بالزبط. فانت وده حاجات بتاع فيلم وراعبة تقريبا. فانت اختار الحاجة اللي انت عايزها بالزبط والمناسبة والملأمة مع الفيديو بتاعك. واختار حاجة منهم وتحطها. وهنقول ان انت عايز تعمل كل الكلام ده مسلا او تزبط حاجة فيديوهات شورت. فيديوهات سريعة. تعمل ايه? هناخد مسلا الفيديو الشورت اللي انت عايز تشتغل عليه. اه نخلي الابعاد بتاعته الاول نخليه بالطول. اوكي. فهيبقى معنا بالشكل ده. المقطع ده بالعرض. بس ده مش مشكلة. احنا بنشرح على المقطع ده. وعايز بقى تتحط الايكونات والتكست والكتابة فاماكن ما تضغطاش بالايكونات بتاعة المواقع والسوشال ميديا. يعني يوتيوب هتلاقي عندك لايك كومنت شير اه وثلاث نقاط هنا والعنوان والاسم في الكلام ده. انت عارف اماكنهم فين بس بتبقى كل شوية متشكك. عايز تبقى عارف انهم الدنيا تمام. مش هيبقوا مداريين. يعني الكتابة بتاعتك مش هتبقى مدارية بالايكونات اللي هنا دي. فانت تعمل ايه? تضغط كليك يمين وتعمل حاجة اسمها الرولر. الرولر دي بتقدر بتسحبها كده. وتخطها في المكان اللي انت حاسس ان هو دوت هو المكان اللي هيبقى فيه الايكونات. الايكونات عمدنا بتبقى في الشكل ده في الجزء ده. فتخطها مسلا بالشكل ده كده هو من تحت. وهي بالشكل كده بالعرض. يعني كده طول كده عرض. فالحتة دي اللي هيبقى فيه الاسم للقناة بتاعتك او اسم البروفايل بتاعك. عنوان الفيديو الكتابة هيبقى في الجزء ده. وهنا هيبقى الكونات بتاعة اللايك والكومنت والدنيا دي طب انت هعرف الابعاد والارقام بتاعتهم كامل كنت مش عارف ده بالزبط بيبقى كام هنا كل بساطة هتيجي كليك يمين وهتيجي عند كلمة جايد وتعمل اد جايد هنا الطول وهنا العرض هنا البيكسلات من صفر الالف وتمانين عشان هو من صفر ده الف وتمانين بيكسل عرض ويه الف وتسعمائة وعشرين بيكسل طول ده فيديو فولتش دي فنحط مسلا بالعرض على اه خمسة وسبعين او تمانين بيكسل تعمل كده وتعمل اوكي فهيقوم متضاف هنا هو طبعا هيضاف ناحية الشمال لان احنا بديمشي من الشمال لليمين ولكن لو عايزت ماشي من اليمين فها تطرح بقى من الالف وتمانين اه تمانين بيكسل فهي بقى الف بالزبط فانت هتدور على الابعاد بالزبط بتاعتها على النت وتعرف الابعاد كام على حسب الموقع اللي انت بتستخدمه كل موقع مختلف ما تنساش تحمل برنامج في الموقع 13 بالمجان من الرابط اللي في صندوق الوصف اسفل الفيديو بالمر اعمل لايك على الفيديو لو عجبك اشترك في القناة لو مش مشترك فعل زر الجرس عشان يجيلك شعار او منازل اي فيديو جديد واشوفك الفيديو الجاي سلام